ودائما هذا الحديث نستحضره دائما لما جاء سيدنا جبريل عليه السلام إلى سيدنا رسول الله والصحابة اللي سنة معه وسأله ثلاثة أسئلة ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ صحيح هذه أسئلة ليست من إنسان لا يدرك المعنى وإنما هو إنسان يعلم الجواب نعم ولذلك حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيبه ويقول له الآخر صدقت سيدنا جبريل يقول له صدقت يعني ما الإسلام؟ يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيمه الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان قال له صدقت من شأن السائل دائما هو يكون جاهل الجواب ولكنه يصدق من يجيب هذا عجب يعني أنه يسأل ويصدق فقال فعجبنا له يسأله ويصدقه كان يبغي أن يسأله فقط وإذا أجابه بخلاص الجواب حاضر المغزى من هذه المسألة في الأسئلة التي تثير الذهن ولا يعني نكون أوامر مباشرة يعني لم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين يجلسون معه اشهدوا أن لا إلا الله وأن محمد رسول الله أنا ما جاء في أسلوب السائل والمجيب ونحن من حول ذلك نتابع ونلتقط الصورة ونلتقط الجوابات ونحفظ وندرك ونعي هذا أيضا ينبغي أن يكون في دواخل الأسرة رب الأسرة لا يتكون متسلطا بكسرة الأوامر ولا بكسرة النواهي ولذلك حتى تلاحظ منهج التشريع الإسلامي لم يجي يكلفنا نحن كناس يعني لا يقول لنا افعلوا على الدوام ولا لا تفعلوا على الدوام إنما ينوع أسليب التكليف صحيح ما بين جملة خبرية وما بين جملة إنشائية وما بين طلب مباشر وهكذا وما بين بيان المضار والمفاسد وبعدين العقل يفكر فيما بعد بعد أن يقول له المضار كذا والمصالح كذا إذن لم يكن هناك ضرر لماذا آتي إلى الضرر أن أرتكب النافع يسألونك عن الخمر والميسري قل فيه إثم كبير ونوى منافع للناس ده منهج تربوي كبير جدا ينبغي أن توضع له برامج لوضعه موضوع التطبيق في كيفية التربية عندنا نحن ثروة كبيرة جدا ترك أهلنا الأسلاف فهما من دلالات القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد من خلالها هذه المنهجيات التي وضعها هؤلاء السلف في خدمة دنيانا الآن وفي خدمة أسرنا وفي خدمة أوطاننا فالإعلام عليه جزء كبير جدا في بيان مضار ومفاسد مواقع التواصل الاجتماعي والمصالح أيضا مترتبة وكيف يقل إنسان نفسه ضرر هذه